الظنوب والمعاصي فبسبب الذنوب أخرج آدم عليه السلام من الجنة وبسبب الذنوب أخرج إبليس من ملكوت السماوات وبسبب الذنوب أغرق قوم نور وسلطت الريح العقيم على قوم عاد وأرسلت الصيحة على قوم ثمون وبسبب الذنوب رفعت قرى الوطية حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلبها الله عليهم فجعل عاليها سافلها وبسبب الذنوب أرسل على قوم شعيب سحاب سحاب العذاب كالزلل فسبب المصائب والفتن كلها الذنوب فالذنوب والمعاصي ما حلت في ديار إلا أهلكتها ولا في قلوب إلا أعمتها ولا في أجساد إلا عذبتها ولا في أمة إلا أذلتها ولا في نفوس إلا أفسدتها وللمعاصي آثار وشؤم تزيل النعم وتحل النقم قال علي بن عباس رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بالتوبة قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال تعالى ذلك بأن الله لم يكم غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بعنم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وشؤم المعصية بلغ البر والبحر كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ومن شؤم المعصية أنها تورث الذل وتفسد العقل وتورث الهم وتضعف الجوارح وتعم البصير وأعظم من ذلك كل تأثيرها على القلب كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون عباد الله فكما أن الذنوب والمعاصي تمه بركة العمر وبركة الرزق والعلم وكذلك لاستقامة والتقوى تجلب البركة على العباد والبلاد كما قال تعالى وَلَوْا أَهْلَا أَهْلَا أَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وقال تعالى وَأَلَّوِي اَسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا قال ابن عباس رضي الله عنهما إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق فاتقوا الله عباد الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وعلى العبد المؤمن أن يأخذ بأسباب المغفرة وأجلها التوبة النصو والاستغفار والاعتراف بالذنب والندم عليه وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أذنب ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا أو قال عملت عملا فاغفر لي فقال تبارك وتعالى عبدي عمل ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت لعبدي متفق عليه اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلننا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أبي ألا تنمو أبي باركادا أندبا ماي أبي دميني ألافه أسألنا أنت أبدا فتنم يسهедин ماي أبدا لي اذا كان أنتظروع و HTTPÈ بلا ألي التي يريط Janet تقدم التعاطي ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر 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 و matches الجمعين بيهاون وإذا هل يتحضر بكيامات كافية إذا هللات يتحضر بكيامات كافية إذا هلتحضر بكيامات كافية ما يعمل فقط يعمل فقطه أبنى لدينا القولة Dieu n'a absolument rien à faire avec nos châtiments il nous appartient à nous de revoir notre conduite de revoir notre comportement de revoir nos relations avec notre Seigneur jamais un châtiment ne est descendu individuellement et collectivement sur terre sans qu'il ne soit снимت على الرئيس عليكم يحاولون تبكتبات يحاولون تبكتبات يحاولون في العلوي sow وعليكم أضفع تستعملات وتشوية محلية المطقة والإنمائكة 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 التي تتعلم تمثار اخترات كل ما التي تخلق لدينا الأنم وردنا بالكأن الله تجربة ارثبر اللي يعني من هنا في حzetه كتله يطرع вниз آخر كلمة دو نبو دي خرس وممة ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 sans conséquence اذا لا ي essentials او ذنك او او لا surprising فعلا كبير يدفعح البيض يشترى الريجىzk تغييق دل قل قلق تستطيع ربيض أنه تحديد الكلام من المبادر لحقق ك 밑ه من لا هو الجسال لذلك الأسر Lisa ربيض يشترى الكلام ليس صلما قلما كان بكذيك له يشترم الكلام من المبادر لحقق له أسحل الكلام من المبادر يصبح يوم هو السيد من التاريخ ولقد قال يصبح لي الجمع طالما يقاون يصبح لي الجمع يريدون يمنون التاريخ أن يكون لـ كل الملك المنزل المتحدث في الطاقة لا يمكن أن يعيس بأنقابنا ليريدون التاريخ لا يمكن أن نظب لا يمكن أن يكون avec les peuples qui nous ont précédés sur terre il ne l'acceptera pas avec nous il ne l'acceptera avec aucun peuple qui viendra un jour séjourner sur cette terre que cela soit clair et limpide pour tout le monde vous obéissez à Allah vous vous soumettez à Allah vous accomplissez les recommandations d'Allah vous vous éloignez de ce qui les fâche Dieu vous mettra à l'abri des mauvaises choses de la terre car les mauvaises choses la terre en regorge mais seul Dieu nous épargne de ces mauvaises choses mais quand nous abandonnons le sens de la mesure le sens de la retenue l'essence du repentir alors Dieu aussi va abandonner les barrières qui nous protègent des mauvaises choses de la terre qu'Allah nous épargne qu'Allah nous sauve de nous-mêmes qu'Allah nous sauve de nous-mêmes qu'Allah nous accorde sa pitié afin que nous soyons toujours dans la meilleure disposition pour le repentir car le repentir nous en avons besoin le repentir tous les bénéfices est pour nous qu'Allah nous le facilite qu'il y a qu'il y a qu'il y a nous la salle ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر